السلام عليكم النهاردة هتكلم عن ازاي تنظف جهاز اللابتوب بتاعك بنفسك وطبعا اصدي بالتنظيف هنا هو تنظيف الجهاز من جوه وخصوصا المروحة بتاعة الجهاز والخطوة دي ممكن تساعد كتير جدا في حل مشكلة بطء الجهاز لو فعلا جهازك بطيء ممكن يكون بسبب ان المروحة ما بتشتغلش بشكل طبيعي وده نتيجة التراب والشوائب اللي موجودين على المروحة كمان هشرح ازاي تنظف المعالج وكمان تغير الثيرمال بيست او المادة المسؤولة عن تبريد المعالج هعمل تنظيف كامل للابتوب كمان من جوه انا محمد من قناة موتك خليكم معي النهاردة هستخدم شوية ادوات انت ممكن تستغنى عن اغلبهم لو مش عندك وممكن كل اللي تحتاج تستخدمه هو مفاك فيليبس او بلاس اللي بيجي بالشكل ده يكون المقاس الوسط او الصغير اللي يناسب حجم المصامير الموجودة في اللابتوب بتاعي وكمان هنحتاج النهاردة معجون التبريد ممكن تستخدم اي نوع دليبا كله بيجي دلوقتي في شكل الانجيكشن دي معادش بيجي زي الكاس الصغيرة زي زمان لكن لو عندك باقي الادوات يكون افضل بكتير انا النهاردة هستخدم مفاك عادي طبعا بيجي معا اشكال ورؤوس مختلفة سعر رخيص جدا تقريبا على علي اكسبرس هتلاقيه تلاتة او اربعة دولار او ممكن تستخدم اي مفاك عادي زي ما قلت هنا كمان معايا شوية ادوات بيجوا مع بعض برضو فيهم كم مفاك بمأسات واشكال مختلفة كمان في القطع البلاستيك اللي بتستخدم لفاك التوصيلات اللي بتبقى موجودة في اجهزة الكمبيوتر والتليفونات او اي جهزة الالكترونية ودي برضو تمان رخيص جدا تقريبا حوالي اثنين دولار كمان في مجموعة الفرش الانتيستاتيك ودي افضل بكتير من الفرش العادية عشان دي مقاومة للشحنات الكهربائية وهي افضل واقمن انك تستخدمها مع الاجهزة الالكترونية عشان ما يحصلش اي مشاكل للجهاز اللي بتعمل له صيحنا دول تمانهم تقريبا خمسة دولار للمجموعة دي واخيرا معجون التبريد ده بيجي مجموعة برضو من علي اكس بريس تمانهم تقريبا اثنين دولار وده يعتبر النوع الرخيص فيهم في انواق اغلى من كده زي الـ MX4 لكن اتا طبعا ممكن تجيب النوع اللي يناسبك وهسيب الروابط لكل الادوات اللي كلمت علينا النهاردة في خانة توصل فيديو ونبدأ باول حاجة نفك مصامير الجهاز من تحت طبعا عدد ومكان المصامير بيختلف من جهاز للتاني الجهاز اللي معي النهاردة فيه 11 مصمار وخلي بالك لما تفك المصامير حطهم على جنبك في اي علبة عشان ما يضعوش منك زي ما حصل معي انا كل مرة بفك الجهاز ده بضيع علي مصمار ولا حاجة المهم بعد ما تفك كل المصامير فك الباب بالراحة لان اغلب الاجهزة هيكون الباب بيركب بكليبسات بلاستيك كمان غير المصامير وده شكل الجهاز من جوه وتاني خلي بالك لان مكان القطع من الداخل بتفرق من جهاز للتاني مش كلهم هيبقى في نفس المكان وبنفس التكتيب دي المروحة بتاعت الجهاز اول حاجة هستخدم الفورشة الانتيستاتيك زي ما قلت عشان انظف الجهاز من جوه وغالبا في كل الاجهزة هتلاقي شوية تراب وشوائب هتختلف من جهاز للتاني انا مثلا باستخدم الجهاز ده جوه البيت او المكتب ما باستخدموش برا لكن في ناس كتير وخصوصا الناس اللي شغلهم بتطرهم ان هما ينزلوا مواقع زي المهانسين وغيرهم في منهم كتير بيروحوا اماكن صحراوية زي مواقع البناء وطبعا اجهزته من جوه هتبقى اسوأ من كده بكتير الجهاز ده يعتبر نظيف جدا عشان باقولت باستخدمه جوه البيت وفي الظروف دي طبعا الناس اللي بتستخدم الاجهزة في اماكن صحرارية وحاجات كده واماكن مكشوفة هيحتاج ان هو يعمل عملية التنظيف دي بشكل دوري ومستمر بعدين هشيل المصامير للمثبتة المروحة وهنا لازم افك اي اسلاك طالعة من المروحة فهنا التوصيلة دي فيها كونكتور شغير بيتشال زي الليجو مش هتكسر او تباوز اي حاجة في الجهاز وفي كمان سلكين متوصلين بالجهاز بس جايين من تحت كابل الهارد ديسك عشان كده انا بفضل ان انا فك كابل الهارد ديسك احسن عشان اعرف اشيلهم بسهولة واخر حاجة هشيل الاسلاك من المروحة نفسها وهبدأ التنظيف بالفرشة وكمان ممكن تستخدم حاجة زي الهير بامب دي عشان تضخ الهوى شوية تشيل لك التراب اللي جوه المروحة في حاجات تانية غير دي ممكن تستخدمها زي في عبوات اللي هي بتاعت الهوى المبوض بس لأسف ملاتهاش في السوق وممنوع ان انا شريها من عنديت من برة وشركات الشحنة بترفض ممكن تستخدم بلاور بس خلي بالك وانت بتستخدمه لان الهوى بتاعه قوي جدا فمتستخدموش على اللابتوب نفسه عشان ما بوزلكش اي حاجة وطبعا انا مش محتاج اوضح ان انت مينفعش تنظف المروحة باي حال من الاحوال باي مية واي سوائل رجاء ان حدش يعمل الحركة دي بعد كده هننظف باقي الجهاز بالهوى ممكن نكتفي بكده بس انا افضل انك تكمل الخطوة التانية لان هي مهمة جدا وهي انك تفك غرفة واناوبيب التبريد ومنها ان انا انضفها كمان اغير المعجوم بتاع التبريد او اثير مال بيست برضو هفك كل المصامير وخلي بالك زي ما قلت عشان ما تضيعش اي مصمار خليهم فعل بقى او حاجة تحفظهم ده شكل الجزء الخاص بتبريد المعالج طبعا من تحت هيبقى فيه جزء من المعجون القديم طبعا لازم تشيله وتنظف مكانه بقطعة قماش مثلا مايكروفايبر الافضل وهنا في الحالة دي ممكن تستخدم الكحول عشان تنظف اي جزء من اجزاء الجهاز بس بشرطة ما يكونش بكمية كبيرة يعني ترش بس كده وتنظف بسرعة كمان همسح المعجون القديم وانظف حواليه كويس وبعدين هضيف المعجون الجديد وكفاية او انك تحط قطعة صغيرة او زي ما بيقول نقطة صغيرة كده في النص وما تزودش لانه اصلا الجزء اللي انت محتاج تحط عليه المعجون ما هواش كبير اوي وبعدين لما تيجي تركب الكافر تاني هو هيقوم بعملية توزيع المعجون عن طريق الضغط الحلو في سرنجات المعجون دي ان هي ممكن تتقفل لها غطى وبعد كده ممكن تستخدمها تاني اكتر من مرة بعد ما اتخلص هتركب غرفة تبريد تاني وتأكد انك ربطت كل المصامير كويس كمان هركب المروحة تاني في مكانها مع كل الاسلاك بتاعتها ونصيحة لو انت بتفك ده لو قررت انك تعمل الموضوع ده بنفسك حاول انك تصور فيديو عملية الفك وانت بتفك كل حاجة عشان لو نسيت بعد كده كل سارك هيركب فين او القطع دي مكانها فين بتركب كده او كده ما تنساش وتبطر انك تبوز حاجة المهم بعد ما وصلت الاسلاك تاني هركب المصامير كلها ومرة اخيرة هنظف الجهاز بالهوى او الفرشة وارجع ركب الكفر بتاع الجهاز تاني وبكده نكون خلصنا الحركة دي ممكن تفرق مع ناس كتير جدا خصوصا بان هي بتخلي جهازك اسرع وخصوصا لو المروحة ما كانت تشغالة كويس بسبب التراب الكتير اللي ممكن يكون جواها كمان تغيير المعجوم بساعد في عملية تسريع الجهاز بس ده كان فيديو النهاردة اتمنى انه يفيد اكبر عدد منكم زي ما قلت كل الادوات اللي استخدمتها النهاردة هصيب الرابط بتاعتها في خانة توصل الفيديو وما تنساش لايك لو عجبك الفيديو واشترك في القناة لو عايش تشوف فيديوهات من النوعية دي شكرا على المشاهدة وشوفكم في فيديو بديو بديه بسلام شكرا على المشاهدة